يستموها ليداني يا دكتور منهم دكتور بس إللي تطمنني يعني مرتك شو صاير معها بالضبط والله يا أستاذي مرتك صايرة حالتك تيها ودواها الدلال لازم تدللها لازم تدللها لازم تدللها ما فاي بالإذن الله يعافيك مع السلام يا دكتور يسمو يديك ده دلال الدلال بده مصاني انتع مصاني هنا بس لازم تدللها بس لازم تدللها لازم تدللها لازم تدللها شو كان اسمه مرتك هو تدللها حبيبتي مرتك سكينة سكينة يا سكينة تعيي هنا أنا متخبي لازم تدللها بس لازم تدللها يا شيء شو كان عاشا رومانسي لانك اللغالية على قلبي هههههههه مصطيAME مع uns حبيبي كتير كتير مع THERE сят دском تليوم اقر países ثالث مرة بعد الأكل تتحصن نفسي ديف hub مصط تعرف اللايكوم التقويم segala هاي مرة التالتة وماتت نفس الاثنين bolt واعتمال على الحصون ايه والله والله يكون بعونه هيمرته التالتي بتنين تفس الموت ايه وعاللحصة ايه والله بس يا اخي من اول ما اجينا عالعزة عم يعمل حركات هيك ما فهمت عليه متل شو؟ اذا كانوا اللي عمزون رجال بيرفع راسه لفوق كانوا عم يقول لا اذا كانوا اللي عمزون نسوان بيهز راسه للتحت كانوا عم يقول ايه؟ اشتركوا في القناة صحبت ايه يرد اخي نسوان عم تسألني Doug'تدجوّذ بعد مرته؟ قلتلون ايه? الزل ما عم يسألون داك بيها لحصان؟ قلتلون لا دي تقليد عم في شوع الحالي حين ناعي بيقدر الماعد يروع على شغله ولعب يقدر يقع دباته كله قواس قواس قاسه قصفه شو قصته هدا طول كثير شو اعمل اني انطروا شويتا منه يجي ويخبرني شي خبر حلو ولا اطلبوا اسا لا بس احنا شو اعمل خلينا بكرا والصباح رباحنا فيما بيقولوا باكي هيكي بيجي وبيخبرنا شي خبر حلو شكرا 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 يا امي شايفتك رجعت يا بي شو مش سبعاني صوت رصاص ما هو وصلة اللي تمسح جلبنا ابقاش تفرق معنا انا كنتكمل شغلك موش ضروري ترجع وك يا بي كيف بدي كمل شغلي ورصاص من حولي وحوالي مأسها القصة مطولة يا بي مطولة يعني بي انت مثل المسلسلات المكسيكية اذا بدنا نتلك شغلنا ابنا نكلش شو قصتك انت جايت عمليلي تحقيق انقبري منوشي تشوفي الله مثل ما بدك يا بي مثل ما بدك قال المغضوب بدي اياني كمل شغل وارك ايجيتني شير صاصة عشي ورحل شكرا 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 ينيد من المتنك مين حظرتك؟ أنا الماردة مرجول المارد أهلا وسهلا مادام ماردة ولا ماردة؟ موارد لما بيطلعوا من الفنوس بيقولوا شبك لبك عبدك بين ايديك لا شبك ولا لبك الله يكسر ايديك من يوم ما بعدته لحتى يحلل لك الأزمة السورية وهو الهلا ما رجع قال راح بخظيفة هاون